منجيب جاجتين حجم وسط ومنقم له ضهرة للجاجة وبعد ما نقيم ضهرة للجاجة على طول بنقسمه بالنص ومنحط الجاجات بطشت كبير منجيب بريء ومنحط له كاسة مي وبحط له نص كاسة زيتون مو مش نشيبش صحتك يا غالي وبحط سنين توم معلقة أكبيرة من دبس البندورة ومعلقة أكبيرة من دبس الفليفلة بدي حط لهن معلقة أكبيرة من السماء وربع معلقة أكبيرة من الكركم ونص معلقة أكبيرة من الهيل ونصف معلقة أكبيرة من الكزبرة النعمة ونصف معلقة أكبيرة من الفلفل الأسود ورشة صغيرة من الملح وما بيعلينا إلا أنه نضرب نضرباً مبرحاً ومنجيب تتبيلتنا الجميلة ومننزلة على هالجاجات شوفوا لي على هالقوام يا سلام يا سلام ومنمسك الجاج ومنفرقه كتير منيح بهالتتبيلة الجميلة وهيك بعد ما تبّلنا الجاجات شوفوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله اللون عن جد خرافة والريحة دمار شامل أهم شي إن كنت تتركوهن أقل شي ساعتين وإذا بتتركوهن اليوم كامل بيكون أحسن وأحسن يا غوالي منجيب صينية الفرن وعليها ورق زبدة ومنمدلهم فرشة بصل مقطع جوانح بعد ما مر عليهم ساعتين للجاجات بنسمي بالله ومنصفهم هيك منصطحهم تصطيح مو مشان شي مشان يرتاحوا وباقي الخلطة اللي زادت عندي بسمي بالله وبنزلها على الجاجات بهذا الشكل يا غوالي شوفوا يا سلام يا سلام لازم نصقيهم فيهم كتير منيح مشان الجاج يستوي معنا ويطلع معنا طري ومو ناشف لازم نحط له شغلة نصف كاسة مي منحطها هيك بهذا الشكل وهلأ يجيب ورقة زبدة مع أصدير وبسمي بالله وبغطيهن كتير منيح وبكتم عنهن الهوف وهلأ منحطها بالفرن شغلة الساعة لساعة ونصف بيكونوا مورة باللوز عندي هون رز بسمتي حبة طويلة مخصولة ثلاث مرات برشة عليهم كمية منيحة من الملح وبغمرن بالمي الصخني اللي عبتغلي غليان وهلأ بترك الرز ينتيع لمدة ساعة وكل ما احتاج مو يسخني بضفله هاي الطرياة اللي حتورجيكم الفرق كيف يطلع معكم الرز نثري وحبة طويلة جيب من دورة مقطعة وقرن فليفلة حد وسنين توم وشوية كزبرة خضرة ونصف معلقة كبيرة تدبسل الفليفلة ومنملح مو مشا نشيف شا صحتك يا غالي وبكبسة زر واحدة بتكون عنا جاهزة وبنسكبن بالزبدية وهذا هو القوام المناسب منجيب طنجرتنا الحبيبة ومنجيب معلقة سمنة كبيرة ومنحط عليها هيك عالسريعي بلاحقون بكم درس ميستيكا واول ما تدوب الميستيكا عندي بضيف عليهم عودين قرفة وورقتين غار وكم حبة هيل وشوية قرنفل وطبعا ما مننسى الفلفل الاسود الحب منحركن شوي بها السامنات انشان يطلع زيتن وعندي هون بصلة بيضة مفرومة عن ناعم وبس دبلت عنا البصلة بنزع لها سنين توم مهروسين شوية صغيرة من الزنجبيل مفرومة عن ناعم ومنحركن مع بعض كتير منيح بس تطلع ريحة التوم والزنجبيل بجيب مي صخنة عبتغلي وبنزل عليهم بهذا الشكل وهلأ منتركن يغلوا مع بعض شغلة العشر داية انشان تطلع كل النكهات ويتعقدوا كتير النيح وبعد ساعة ونصهر عنا الجاج منهنه ومستوي مو بايله الا خطوة وحده اللي هي مندهنه سأيله يا غوالي بهذا الشكل مو مشانشي مشان صحته وبعد ما سأسأناه ونغنغناه للجاج هلأ من رجوع عالفرن مو مشانشي بس مشان يتحمر ويتشمر يا غوالي وهلأ بعد عشر داية اربوا لهون وشوفوا لي لون هالمرأة بسم الله ما شاء الله كيف هيك اختلف معناته طالع وكل النكهات اللي جواتهم البهارات والبصل والتوم والزنجبيل هلأ منسمي بلاب المصفاية بنسحب كل شي جواتهم وبعد ما صفينا المرأة كتير منيح بجيب نص كاسة من الحليب وبسمي بلاب وبنزل عليهم هيك السبب لإضافة الحليب هو أكيد اختياري لكن لح يعطي طعمة ولون للرز كتير جميل وصار الوقت إن شان نوزن ملحون كتير منيح بعد ما صفينا الرز كتير منيح من المي الصخن شوفوا حبة الرز عنا بسم الله وماشاء الله كيف صارت عنا الريدي كبرت هلأ منسمي بالله ومننزلون هيك على المرأة اللي عنا وبس بلش الرز ينشف عنا شوي منجيب شوية افليف لحده ومنحطه هيك على الوش وما بيساير زي حطينا لنا شوية زبدة على الوش وهلأ منجيب الأصدير ومنحطه هيك على الوش ومنسكرة كتير منيح ومنحط الغطا عليه ومنكتمها كتير منيح وهلأ ما بي علينا إلا نحط الرز على نار هادي ونتركه لمدة عشرين دقيقة بعدين منطفي عليه نار ومنتركه لمدة عشر دقيقة بعدين منكشف عليه وهلأ صار عنا الرز جاهز أربوا لهون وشوفوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله وصلوا عن نبي وعن جد الريحة كتير خرافية وهلأ منقول بسم الله كريم ومنقرب لهون وشوفوا لي على هالرزات بسم الله ما شاء الله شايفين الرز النثري وهلا صار الوقت انشاء نسكن بالرز اربوا لهون وشوفونا على هالرزات بسم الله ما شاء الله شايفين الرز النثري الله 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 وهيك بكون ساكمنا الرزات بس حبيت وارجيكم طول الرز قديش بيطلع معنا شوفوا على هالمنظر بسم الله ما شاء الله وعالسريع من نزع عليها حبة جاج متل ما انتو شايفين بعد ما تأمرت وتحمرت واخيرا هلا صار الوقت انشاء ندو اربوا لهون خليني وارجيكم هالفخدة بسم الله الله هل بنقول بسم الله يا كريم وهما ندوق بسم الله خ Treating她 قد نفع عالسحور و عالوفطور لازم هيك لئمة تانية لازم هيك شي times صل في الفخذ tien منوفقتة وهو منجي لعند الصص اللي املك ناخدنا هيك شوي ومنحطو هيك فوق يا سلام ومنختمها بعصرة ليمون شوفوا الله 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 خلا بسم الله هيك منمسكها شوفوا على هالمنظر هاي اللقمة اللي مدلة له بسم الله يا كريم